وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استيديو مركز الأخبار الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أهلا بك دكتور ومرحبا بك في نشرة الثالثة بداية لو تحدثنا عن هذا الاتفاق ارتفاق ارتمس وإلى ماذا يهدف طبعا اتفاق ارتفاق ارتمس يهدف إلى وضع آلية عمل ما بين الدول العضاء لحوكمة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وضمان استدامته للأجيال المقبلة طبعا ارتفاق 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 يتضمن جوانب علمية وتقنية متقدمة جدا وحاليا هو في المرحلة الأولى وخلال هذه المرحلة تجرى تجارب لغرض الاستفادة من المكانيات الموجودة على الكرة الأرضية فيما يتعلق بتنفيذ عمليات استكشاف جديدة وأكثر تعمقا لسطح القمر ومن بعد ذلك سيتم ارسال مهمة مأهولة إلى المدار القمر وستكون هناك المهمة تنفصل إلى مهمتين المهمة الأولى ستبقى مركبة في المدار الفضائي للقمر وهناك مركبة أخرى ستخبط على سطح القمر لبناء مستوطنة بشرية دائما على سطح القمر وبدء عمليات التنقيب للاستكشاف مزيد من الثروات الطبيعية على سطح القمر وتنتهي العملية ببناء قاعدة مستدامة لإطلاق مركبات فضائية من سطح القمر إلى أمق الكون وبداية إلى المريخ نعم نتكلم عن انضمام مملكة البحرين إلى مثل هذا الاتفاق بداية كيف تم انضمام مملكة البحرين إلى هذا الاتفاق وهي حديثة العهد في مجال الفضاء ولكنها استطاعت أن تنضم إلى اتفاق برموكة هذا ماذا يعني أيضا هذا بالنسبة للبحرين؟ طبعا نحن فخورين أن تم اختيارنا من وكالة ناسا تلقينا اتصال مباشرة بعد توقيع الاتفاق ما بين الدول المؤسسة الثمان في 13 أكتوبر 2021 في دعوة رسمية من وكالة ناسا لانضمام مملكة البحرين لهذا الاتفاق وجرى بعد ذلك عقد اجتماعات مع وكالة ناسا تطرقنا فيها إلى أهمية هذا التعاون وكذلك أوجه التعاون التالية لما بعد التوقيع على المذكرة التفاهم أو على الاتفاق اتفاق أكورد سوري أرتمس أكورد وكان الغرض منه الاستضاح عن الدور المطلوب من مملكة البحرين في هذا الاتفاق طبعا بينوا وكالة ناسا لنا أنهم اطلعوا على عدد من الدراسات المنشورة من قبل أعضاء الهيئة وخصوصا في تحليل لبيانات الصور الفضائية وما لذلك من دور مهم في مستقبل هذا الاتفاق ونجاح الأعمال التي ستنفيذها في المستقبل في المجال علوم الفضاء نعم تحدثتم عن الدور المستقبلي لمملكة البحرين بعد الانضمام إلى هذا الاتفاق هل من الممكن أن نتحدث ما هو الآن المطلوب من مملكة البحرين؟ حاليا نحن في المرحلة الأولى ننتظر نجاح المرحلة الأولى من التجارب مثل ما أسلفت سابقا وسيكون هناك فيه تبادل المعلومات وفيه هناك بيانات فضائية سيتم التحصد عليها من قبل الدول الأعضاء في هذا الاتفاق وسيتولى فريق من أعضاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تنفيذ بعض التحليلات الفضائية وإشراك المجموعة بالدول في نتائجها وإن شاء الله سيكون فيه مجال لنقل التكنولوجيا وهذا شيء مهم جدا خصوصا نحن نعيش فيه زمن تتسارع فيه التقنية بشكل كبير جدا ويجب أن نكون مواكبين لهذا التغير نعم نتمنى كل التوفيق لكم ولمملكة البحرين الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء شكرا جزيلا لتواجهتك معنا شكرا